السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من تكنولوجيا الطاقة اليوم حلقة جديدة ودرس من دروس الكلاسيك كنترول هنتعرف فيك على السيليكتور سويتش والبوش بوتون سويتش وايالفرق بينهم وفيما يستخدمون ابقوا معنا اهلا بكم السيليكتور سويتش والبوش بوتون سويتش السيليكتور سويتش ما هو البوش السيليكتور سويتش السيليكتور سويتش من اسمه هو مفتاح الاختيار للموضع هو مفتاح اختيار الموضع بنختار فيه ما بين اي وضع ويتم السبات على هذا الوضع من هذا المفتاح ممكن الوضع يكون zero يمكن يكون واحد يكون اثنين يكون i يكون double i يكون on يكون off ولكن لما نختار الوضع يقف عليه السويتش ولا يأخذ أي وضع غيره من تلقاء نفسه تمام؟ السليكتور سويتش ممكن يوصل على نقط تلامس مفتوحة طبيعي نورمال اوبن أو نورمال كلوز مقفولة طبيعي تمام؟ ممكن يوصل على نقطة نقطتين تلاتة أكتر ما فيش أي مشكلة حسب تصميمه ولكن فكرة السليكتور سويتش إنه بياخد موضع ويقف عليه زي ما احنا شايفين ياخد موضع آخر ويقف عليه تمام؟ بعكس البوش بوتون سويتش تماما يبقى السليكتور سويتش يستخدم في الأشياء اللي بتصمم بحيث انها تختار بها وضع معين فقط ولا يتم التنقل إلا يدويا بين الأوضاع وبعضها السليكتور سويتش اللي في إيدي دلوقتي من نوع ON و OFF أو 0 و 1 تمام؟ ومتوصل علي هنا نقطة حمراء ديت بتاعني إنها هي نورمال كلوز طبعا فيها سبرينج من جوه الساعة ما بتشغل السويتش كده بياخد وضعه بعكس الأطراف تمام؟ ساعة ما بترجعه تاني بيفتح الدايرة يعني إما يقفل النقطتين طبعا ممكن توصل معها نقطة تانية أو نقطة تالت مفيش أي مشكلة حسب من تعاوز و اللي انت تحب ان انت تصمم به الدايرة أما البوش بوتون سويتش زي ما احنا شايفين من اسمه هو يعتبر بريس سويتش هو مفتاح ضالد تمام؟ مفتاح نعمله بوش ندفعه لكي يتم التوصيل أو الفاصل حسب نوع المفتاح المفتاح اللي في ايدينا لونه أحمر تمام؟ ومن وراء التيرمينال بتاعته برضو لونه أحمر يعني بيعني الكلام ده إيه؟ إن هي نورمال كلوز مقفولة طبيعي ومجرد ما هاضغط على السويتش بهذا الشكل النقطتين دول هيفتحوا ساعة ما هاشيل إيدي هيرجع لوضعه الطبيعي اللي هو نورمال كلوز طبعا ممكن توصل هنا نورمال أوبن أو أي نقطة تانية ولكن لازم نعرف أن البوش بوتون سويتش أي بوش بوتون سويتش يطلق عليه بوش بوتون سويتش هو عبارة من الداخل عن سبرينج بمجرد ما بتضغط على السويتش هكذا بتدفعه بيوصل طول ما انت ضغط عليه كونتينواز كونتاكت يفضل موصل يعني دائما بمجرد ما تشيل إيدك من عليه بيرجع للوضع الطبيعي اللي هو كان عليه الأول يبقى دائما دا البوش بوتون سويتش وطبعا دا كثيرا ما يستعمل فيه الستارت ستوب موتور ودواير الكلاسيك كنترول بواجه عام اعتقد كده الفكرة وضحت والفرق بين النوعين من المفاتيح وضح ويخلي بالكم ان دي اساسيات في الكلاسيك كنترول لابد ان احنا نعرفها كويس جدا لانها تساعد وتفيد جدا جدا في شرح الدواير الكبيرة بعد كده وأتمنى أن تكون المعلومة أصلت وإلى حلقات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله